بداية أخبارنا من عند الفريق الأول اللي خاد تدريباته الجماعية النهاردة في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهاية الكاس واللي هتكون يوم الجمعة ولا تقام بستاد الأول بارك بمدينة الرياض وفريقنا خاد مرانو الجماعي الأول على ملعب أكديمية مهد بمدينة الرياض وده كان الساعة خمسة بعد ما قرر الجهاز الفني بقيدة مستر جوزي جامز خوض تدريبات استشفائية مبارح خوفا من الإجهاد النهاردة وعلى هامش المران مستر جامز قرر أنه يجتمع باللعبين وكان حريصا أنه يوجه اليوم رسائل مهمة أكد فيها على ضرورة التركيز على تنفيذ التعليمات والتركيز في مواجهة الأهلي لأنها مباراة بتساوي بطولة طلب كمان من اللعبين تنفيذ المطلوب منهم خلال التدريبات وكمان طلبهم ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية قلنا نقول لكم برضو أن بعثة الزمالك وصلت مبارح للسعودية ورافق البعثة كل من طبعا الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كابتن هشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سلمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسنين ورامي نصوح وأعضاء مجلس الإدارة عايزة أقول لكم أن كمان كانوا حريصين أن هم يحضروا المران مع الفريق ومع مستر جزي جمز وكانوا بيحفزوا اللعيبة وبيدعموهم طبعا من أجل هذه المباراة المهمة اللي احنا قلنا أنها مباراة بتساوي بطولة إن شاء الله إن شاء الله مجلس إدارتنا ولعبتنا كل الجهاز الفني وكل الزمالكوية الموجودين إن شاء الله يفرحوا في اليوم ده يوم الجمعة إن شاء الله ويرجعوا بيه الكاس إن شاء الله